شلل غالبية معدات وآليات النظافة واقع تعيشه العاصمة صنعاء مع عدم تمكنها من العمل نتيجة نفاد الوقود بالكامل حصار التحالف لمشتقات النفط بدأ يتسبب بكارثة بيئية كبرى ويضع موطئ قدم أمام انتشار الأوبئة والأمراض على نحو غير مسبوق 2000 طن من الزبائل والقمامة ستظل مركونا في شوارع أمانة العاصمة في حال توقفت المركبات الخاصة بنجل هذه المخلفات يوميا قرابة سبعة ملايين مواطن في صنعاء بينهم نازحون كثور معرضون للكارثة البيئية والصحية المرتقبة والنتيجة توقف نحو 400 سيارة وناقلة للمخلفات والقمامة في صنعاء عن العمال بعد حجز التحالف أكثر من 12 سفينة نفط في عرض الباحر 450 معدل نقل مخلفات إذا توقفت سوف تكون هذه المخلفات كلها موجودة في أحياء وشوارع أمانة العاصمة من ما سيؤدي إلى كارثة بيئية حقيقة محتملة فنحمل دول العدوان والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة في ذلك الموت والمرض صناعتان سعوديتان بامتياز في حرب الرياض على اليمن كما يقول مراقبون فالكوليرا والدفتيرية وحم الظناك وغيرها من الأوبئة نتيجة حتمية للحصار دعوة عجلة تطلقها صنعاء إلى المنظمات الدولية لوقف الكارثة البيئية وتحذيرات من تكدس أكثر من ألفي طن من المخلفات في الشوارع وسط مطالب بالضغط لفك الحصار وإدخال المشتقات النفطية أحمد محمد زبيب صنعاء الميادين